هو دلوقتي مثلاً لو في حد بيكتب كل شوية مثلاً أو بينزل مثلاً على الستوري بتاعته كل شوية أنا عاوز أموت أنا عاوز أنتحر أنا تعبت أو كده هل ده يعني حرام أنه هو أصلاً يعمل كده؟ حرام أنه هو يقول كده؟ أو يفضل يفكر في حاجة زي كده؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو الإنسان على نفسه يعني فيها شيء من يعني إيه قلة الأدب لكن العلماء فهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو حدث فتن شديدة فممكن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء فيه آدب يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي وأمتني إذا كان الموت راحة لي وفعل مثل هذا الإمام البخاري عندما استضم بأحد أمراء البلاد كان عايزه يجي يدرسله في البيت فالإمام البخاري قال له أنا ما بروحش البيوت تعلم عندي في المسجد وأنا أدرسلك فهدده فالإمام البخاري زعل جداً ودعا ربه بالدعاء الحلو اللي احنا بنقول اللي هو فيه آدب يعني مش يا رب خدني مش أبعت شاتنج لصديقي ولا كده وقول له أنا زيت بقى من حياة الدنيا وأنا عايز أموت لا بلاش كده إنما الأدب بيجي إزاي يجي بأنه هو يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي وآمتني ما دام الموت راحة لي ترجمة نانسي قنقر